هو اللقاء العاشر المعلن لكنه الأول بعد انقطاعه ثلاثة أسابيع وهو من حيث الشكل مختلف عن أسلافه لأن الرئيس المكلف سعد الحريري طلب أن يدخل القصر الجمهوري للقاء رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون من الباب الرئيسي وأن تكون الزيارة تحت عدسات الأعلاميين واللقاء الذي دام نصف ساعة بالتمام والكمال خرج بعده الحريري ليدلي بجملة وحيدة لا غير ضارباً الأربعاء موعداً مقبلاً لاستكمال المشاورات مع الرئيس عون شرت بمقابلة فخامة الرئيس وتشوارت معه وإن شاء الله الأربع سيرجع لعنده ساعة مثل هالوقت ويكون فيه لقاء إن شاء الله نحدد فيه كثير أمور أساسية مصادر مواكبة للقاء أكدت للأو تيفي بأن ما يسجل هو أن هذا التواصل هو الاتصال الأول منذ ثلاثة أسابيع ما يشير إلى تحرك جديد في عملية تأليف الحكومة وقد حصل نقاش بالجو العام والأسباب التي أدت إلى توقف التواصل كما تم تقديم طروحات بالحلول الممكنة لحل العقد التي تحول دون التأليف ووفق المعطيات فأنه لو لم يسجل أي تقدم في لقاء اليوم لما تم تحديد الأربعاء موعداً جديداً وهنا سألت مصادر مراقبة عبر الأو تيفي هل حركت أخبار الزيارة المقبلة للرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون مياه الحرير الراكدة من خلال تفعيل المبادرة الفرنسية التي تعززت اليوم بكلام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي دعا إلى الإسرع في تشكيل الحكومة واصل معلومات عن تواصل مصري مع الحرير في هذا الإطار أم الأمر مجرد رمي للكرة في ملعب بعبدة قبل عطلة الأعياد بانتظار قدوم سيد البيت الأبيض الجديد وحدها الأيام كافلة بأعطاء الأجوبة عن تلك الأسئلة بخاصة أن مصادر الثنائي الشعي أكدت للأو تيفي أن الرئيس المكلف لا يمتلك أسماء الوزراء الشيعة في الحكومة كما حاولت بعض الأوساط المقربة منه أن تشيع لتكون العبر في الخواتيم لا في التصريح والحركة التي في بعض الأحيان تكون من دون بركة في هذا الوقت أكدت مصادر الرئيس الحريري للأو تيفي أن الجو إيجابي من دون ذكر المزيد من التفاصيل وختمت بالقول إن شاء الله الأربعة بيبين شيء